السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء أهلا وسهلا بكم مع جميلة نجيبة هذا أمر مهم جدا 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 أنا غاضب جدا ومتأثر جدا أريد كل من يشاهد هذا المقطع أن يسمع بتمعن أريد أن ينشر هذا المقطع وأن يأخذ اهتمام الإعلام يأخذ اهتمام المساجد والأئمة والمسؤولون والأمر كالتالي توفي أحد اللاجئين من إفريقيا قبل أيام عاقبة حادث مؤلم بالقطار والشرطة سلمت جسده لقسيسة مسيحية تدعى ألي مولدر وهذه القسيسة ألي مولدر تولت مسؤولية الجسد فلما توصلت بالجسد توصلت أنا باتصال بعض الإخوة وطلبوا مني المساعدة قالوا لي يا أخي هل تستطيع أن تساعدنا قالوا لي توفي أحد إخواننا وهو لن يغصى لو يدفن دفن شرعي قلت لهم طبعا سأساعد ثم تسلمت رقم هاتف ألي مولدر تلك القسيسة المرأة فاتصلنا بها واتصلوا المتطوعين ولم ترد مديد العون وقد ادعت أنها تتكلف بجنائز المسلمين الآن لاجئين ودفنهم لسنين عاددة وقد قلنا لها أنها مسلم ولديه أصدقاء وعائلة فألحنا عليها أن تتوقف وأنه مسلم يستحق غسل ميت وجنازة شرعية وسمحنا لها بالتواجد في الجنازة وتنظيم الجنازة لكن قالت بأنها ستقوم بدفنه على تقوسها وحسب دينها قلنا لها كيف أنت قسيسة وأنت لا تحترمين دين الآخرين حتى الميتين منهم الآن يوم الجمعة 14 غشت الثامنة ونصف صباحا وأن الآن متجه صوب الجنازة إنهم لا يعرفون أنني قادم سوف أفاجئهم وقلت سوف أجعل من هذا قضية لأنها لا تريد التعامل بشكل متفهم ومحترم وأنا سأذهب الآن وسأقول كلمتي فأيها الناس أيها المسؤولون عن المساجد انظروا إلى هذا المقطع وحاولوا النوم جيدا أنا الأخ مراد لا أستطيع النوم لليلتين أريد أن يستيقل الجميع ويشارك هذا المقطع سأشارككم المشهد بعد قليل نحن في المقبرة وهذه مقبرة عمومية ليس مقبرة للمسلمين علما أنها يوجد مقبرة للمسلمين عن بعد مائة متر من هنا مرحبا جميعا أنا مراد من جمعية نجبة وأنا أيضا أقوم بخدمات الجنائز والدفن وقد حاولت إبقاء الاتصال مع السيدة ألي ملدر لقد قلت مسبقا أنه مسلم يا سيدة لقد قلت أنه مسلم صحيح وقد أخبرت السيدة ألي ملدر قبل ثلاثة أيام أنه مسلم ويجب أن يغسل ويدفن حسب الشريعة الإسلامية وليس لدينا أي مشكلة أن تتكلفي ليست مشكلة يجب أن يغسل ويصلى عليه صلاة الجنازة ويكون الجميع حاضرين في جنازته لكنها رفضت وأنتم كلهم حاضرين تنظرون ها هو الآن سيدفن على غير الطريقة الشرعية وكلكم شاهدون سيدة ألي ملدر لقد تصرفت بوقاحة كقصي سأعطيت انطباعا سيئا وأكأنانيا وناراضبا جدا مش أنصر هذا على صعيد الوطني وسعري هذا السياسيين لقد تصرفت بعدواني ولا مبالات شكرا للجميع لقد رأيتم أيها المشاهدين لقد رأيتم الدليل أنهم لم يدفن في مقابر المسلمين ولم يغسل ولم يصلى عليه سعط الجنازة ولقد كانوا أصحابه هناك أيضا ففرحوا لما رأوني وجاءوني فرحوا بمجيئي لأنهم لم يستطيعوا يفعلوا شيئا كانوا بلا قوة وعندما رأوني جاءوني ركدا قالوا لي ساعدنا فنحن نريد هذا هذا ليست الجنازة التي توقعناها له لكن ألي ملدر يا ألي ملدر يا لك من قصي سعادمة الاحترام أيها الأئمة أيها المساجد أيها التواصل الاجتماعي الكل يجب أن يعلم بهذا على هذا المقطع ينشر بكثرة هذا يجب أن يشتهر هذا يجب أن تصير قضية أريد أن يعلم وأريد أن يعلم الأئمة والمساجد والرؤساء بهذا وأنا غاضب لكن لا نبكي لألي ملدر لكن نبكي لأخينا مادشو ورحمه الله تعالى على كل واحد أن ينشر هذا